موسيقى نادا كما نعرف الحياة الرقمية أصبحت جزء من حياتنا اليومية وأصبحت من الأمور لغاية الأهمية بالاستهلاك اليومي فصرنا لأسف مدمنين عليها لوين متجها وشو أبعادها؟ الانترنت موضوع كتير كبير وواسع يعني إن شاء الله نقدر هيك نحكي له بشكل مبسط لنوصل الفكرة أو الهدف من وراء هيدا الحلقة كما بتعرفي أن الانترنت حاول العالم لقرية صغيرة يعني عمل غزو على بيوتنا عمل غزو العولمة عمل غزو على بيوتنا على مجتمعاتنا العربية ونحنا كأهل لعبنا دور بتعزيز هيدا الغزو نحنا عبر انشغالنا بحياتنا اليومية ومشاكلنا اليومية كنا هدفنا بس إنه نقمن مستلزمات الحياة لأولادنا مأكل مشرب تعليم وبلاش شي تاني اللي هو تأمين الجهاز المحمول اللي هو صار أساسي بالحياة يعني ما فيك تطلع نشيله من إيدنا نتركه من إيدنا حتى الأطفال يعني انتبهي للأسر صحيح فالإنترنت نحنا أنا بقول إنه الإنترنت هو منو سيء متل ما يعني نحنا مفتكرين مش هو اللي خلينا نروح نحو الانحدار الأخلاقي اللي هو العنوان الرئيسي اللي قلنا اليوم الانحدار الأخلاقي اللي عم نعيشه اليوم نحنا مش سببوا الإنترنت نحنا سببوا نحنا كيف عم نستعمل هيدا الانترنت الطريقة طريقة الاستعمال صحيح لأنه الانترنت سيفضوا حدين يعني إذا استخدمناه بطريقة بوزيتيف وعرفنا كيف نستخدمه بطريقة سليمة رجع علينا بالطريقة السليمة وفادنا أما إذا استعملناه بطريقة غير واعية وغير مدركة لعواقبه فهو كمان هيسيق لقلنا طبعا مدام ندا خلق الظاهرة جديدة اللي هي ظاهرة المؤثرون يعني الانفلونسر يعني صاروا كتار على التيك توك على الإنستغرام على اليوتيوب وخاصة التيك توك نحكي هلأ شواء أنا وياكي عن ظاهرة التيك توك صحيح أصبحوا هول الانفلونسر أصبحوا مشاهير التواصل الاجتماعي يعني صاروا السليبريتيس قدي صاروا جزء من حياة المتابع يعني المتابع صار مضمن عليهم كل يوم أول ما يفتح التليفون الصبح أو الهاتف المحمول ضغري بدي تفرج على التيك توك شو عم تاكل شو عم بيعملوا شو عم تلبس كل هولة صحيح قدي صاروا جزء من حياة المتابع نحنا بنا نحكي عن المحتويات أو صانعين المحتويات أو المؤثرين نحنا في عنا أكيد عدد كبير منحترمه لأنه عبيعة ومحتويات ومضامين كتير حلوة وكتير مفيدة للعالم أما في محتويات كتير خطيرة يعني بتحدد لنا حياتنا الاجتماعية وهويتنا العربية لازم لازم يعني كيف تقولك تقريباً حتطلهم حد يكون في ركابة ما في ركابة يعني للأسف أبداً ما في ركابة بس هني هدفهم الوحيد الشهرة يوصلوا لأكبر عدد من المتابعين والشهرة الشهرة أكيد مهم شو ما كلفتهم بدون شهرة بغض النظر عن اللي عم بقدموه البرامج الهبطة اللي عم تتقدم يعني غير مناسبة لأطفالنا غير مناسبة للمراهقين اللي عم بيحضروا هيك برامج وعم بيقلدوهم يعني كونك بحية اجتماعية كيف عم يكون التأثير سلباً أو إيجاباً على المجتمعاتنا مثال؟ بالنسبة للهبطة المحتويات الهبطة أكيد عم بتكون سلباً مثل يعني مثلاً يعني مثلاً هلأ شوفي هلأ نحنا يمكن اللي عم بيحضروني بدون يقولوا إنه هيدا اللي أنا عم بحكي عنه الإنحدار الأخلاقي منه ضمن دائرتنا الأربية يعني يعني أنا بقول إن شاء الله ما يطالكن ولا يطال حدا بس نحنا منه بأمان ليه لأنه نحنا هلأ التغير والتحول بالقيام اللي عم نشوفها ببعض الحركات اللي مثل التيك توك ببعض الصبايا وبعض الشباب هنقول لي شو هنه هلأ هنشوفهم بعد سنوات تغيروا السلوك يعني السلوك هالصبايا عم تتغير قيامنا عم تتغير نعم لأنه نحنا عم نجيب قيام مش قيامنا نحنا قيامنا التسامح الكرام الشرف الحياة المحبة الاحترام الكبر السن الاحترام الوالدين طب هوا كلهم تغيروا فنحنا هلأ عم نشوف صبايا بأي شكل من الأشكال هلأ عبر استعمال الفلاتر اللي حتى لو عندهم كفاءة عم بحاولوا يطلعوا بأجمل صورة لحتى ياخدوا الشهرة حتى عبر إحاقات جنسية أو عبر ملابس شفافة رأس تفاهة نعم خاصة عند المراهقين يعني أكثر شيء فتاة المراهقة هن اللي بتأثروا عم بتأثروا أكثر بالاتوانسر أو المؤثرون صح مادام نتا عم نلاحظ كمان بلشوا الصبايا والشباب يدخنوا التطخين شرب الكحول الزيادة أو مثلا فيه طلاق عم بيأثر على الأزواج كمان طبعا نحكي بس عن المراهقين هلأ أنا بدي أقول شيء إنحدار الأخلاقي هو موجود موجود ترد الأخلاقي موجود من زمن بعيد يعني من جينيريشن مثل ما بقولوا واي اللي نحنا الألفية اللي هي قبل السبعة وتسعين هو موجود بس هو ما كان مزيوح استيطار عنه آه كيف تيك توك كان كله بالمخفة يعني نحنا كنا جيل الأباء والأجداد كنا نقول مثلا إنه نخاف إنه المجتمع لأن في قيم وضوابط تخافة إنه تقول في قيم ما لازم نتخطاها وما كان عنده ندخيل يعني مثل الانترنت كان إذا ابنهم يتزوج وحدة أجنبية يحاولوا لما تجي لعندهم شو يعملوا فيها يعلموا التقليل يعلموا القيم حتى اللغة العربية تتعلمها حتى تاخد منها نحنا مش نحنا 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 صحيح سلة لكنت عم بقوله انه قدت تأثير عم بيكون حتى على الأزواج وعلى الكبار على البلاغين مش بس على الصغار طبيعي طبيعي تعاطي المخدرات طلاق كتير زيد لأنه وسائل التواصل الاجتماعية سهلت التواصل مع الآخرين وكمان عبر الفيديوهات اللي عم بتنعرض يعني فيه أزواج للأسف بتلاقيهم انه عم بيعرض زوجته بغرفة النوم أو عم ترقص أو طب انت ما عم بتفكر بالتعليقات اللي عم تجيه طب ما كأنك انت كأنك ماشي على الطريق وزوجتك حدا عم بيلطجها انت بتقبل هيدا الشيء بالو بالميل أكتر ما انه يهتم بمرته صح بالشهرة بالشهرة فهي كمان عم بتأثر على الأزواج من نحية الطلاق والهجر العلاقات الجنسية البديلة وتشطط الأبناء طبيعي نعم شوفي هيك مثال بيان معكم ككونك باحثة اجتماعية شوفي شي هيك مثال بيان معك كعملية تخريب المرتبطة بالإنحطاط الاجتماعي وتهديد زوال الأخلاق والقيام الاجتماعي لكن بارح بالزبط جت صبيه سألتنا قالتلي الفرنشكس صارت طبيعية عنا بالبلد تشرعت قلتلي ليه عم تسألي هيك قلتلي لأنه كل أصحابي عم بيعملوا هيك هل هي صارت طبيعية أنه حتى عم بينشروا صور لقلون طب هيدا الولد شو بدك تجي تفهميه إذا أنتي وعيتي وأهله إذا ما ساعدوك إنتي بح توصل للايا مطرح معهم يعني حيروحوا حيضيعوا نفسي كيف في عنا كمان شاب صراحة صار مضمن على سكيري موفيز هيدا هون الخطورة في عنا في أفليم صار عنده هالوسات صار عنده أمراض نفسية اللي اكتشفته هي المدرسة ودقوا لي وأكيد اشتغلنا معه هيك أهله ما كانوا يستوابوا اللي عم بصير يعني يقل لهم أنا عم بسمع الصوات أنا معمم أكيد مواقع إباحية واللي بديكيه صحيح فجه للأهل كان وصل الصبيل للانتحار لو ما نحنا نتدخل ما برف الأمور لون راحت طب كيف كيف فينا هون أخيرا نعالج هيد الظاهرة من أجل وضع حد لسلبيات العالمة أو سلبيات الانترنت كونك باحثة اجتماعية وأسيستانت سوسيال كيف فيك تتعامل حد لسلبيات لكي التقدم والتطور العلمي وخاصة التكنولوجيا نحنا ما فينا نواقفه لازم نواكبه أي مجتمع لازم يواكب هيدا التطور بس نحنا لازم نواكبه بوعي يعني بإدراك هلا أكيد الأهل مسؤولين مسؤولين يعني كل شي بإيدهم يعني أنا مثلا عم بفوت بروح مطاعم بتشوفي اللي هو هلا اسمه جنيريشن اي اللي هو ألفا بتلاقيهم حطين الموبايل صحيح أنه عم بياكله بس عم بيحضر عم بيحضر أغاني حتى ما عم بياكله عم بيحضره طيب انتو شو عم بتعودوا أولادكن طب هيدا الولد مفروض يمكن يروح يلعب مفروض يعمل الألعاب اللي نحنا نشاطات مش ضروري يضلوا عقله محصور بهيدا الموبايل اللي موجود قدامه رائبة الأهل كتير ضرورية يحددوا وقت لأطفالهم أمتى يستعملوا التليفون وأمتى لا يشوفوا المحتويات اللي عم بيفوتوا عليها يعني مش كل شي مقبولها لأ مع أنه كله مفتوح يعني كيف ما كبستي بيطلع قدامك أشياء مش مسموح الولد العمره العقلي نشوفها نعم صحيح وكمان المدارس مفروض تشارك الأهل بهذه المسؤولية وفي شي ما بعرف أنا بحب أقول عنه أنه لازم يمكن نحق نخلق كوادر جديدة يعني طيار طيار شوي هيك غريب عن هالطيارات اللي عم نقول عن المؤثرين يعني يفوت بطريقة مثلا تعليم أو طريقة مثلا التلوث البيئي يعني يفوت بطريقة هضامة لحتى مشكلة كنا عم نحكي تحت الهوى نحنا وياك كأنه ما عم بيقبضوا جد المضمون لما يكون جد على عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما حدا عم بيحضر صح للأسس هلأ أهل فيهم يدمجوا التسليه مع الوسيلة أو الهدف اللي بنا نوصل لنخلص العالم اللي قادرين أن تشرع من هيدا الخطر يعني صراحة إذن يكون في نشرة طوعية من الأهل مثل ما قلت تفضلت إلتح صحيح مدام ندا سوئة أنا متشكريك أي نصيحة تانية غير أنه يكون في نشرة طوعية من الأهل لأولادهم في غير نصيحة لازم كرمال أن نحد من السلبيات أكيد التواصل والحوار أهم بين الزوجين مش بس الزوجين حتى الأولاد يعني بعرف نحنا عايشين بأزمة اقتصادية كتير صعبة بالبلاد وبعرف أنه بالنا بس أنه كيف نعيش أولادنا ونأمن لأمة العيش لأولادنا بس أنا بقول الحوار يعني بدل ما يقعد ابنك ياكل بقولت النوم قعدوا معك حكيه معه خبروا شو عم بصير صحيح هيدا أهمية الحوار وشو كامل بعض عنديك أي نصيحة بتحبطه فيه أكيد المحبة اللي لازم عطول نحضن أبنائنا لو شو ما صار معهم لو شو ما قالوا لنا حتى لو كانت في حد في ابتزاز لأحد الفتيات حتى ما توصل للانتحار لا سمح الله نحضنع نفهمهم إنه شو ما صار نحن أحدكم يعني أنتم مهما وقعتوا نحن أحدكم محن نترككم نعم مشاهدينا العولمة هي التقدم وروقي والانفتاح الاتصادي والاجتماعي والثقافي ومن المهم من الأساسي أن نتوقع وننتبه من سلبيات العولمة ونوعى جيل الشباب جيل القادم لازم كلمه ربي أو أب أو أم أو معلم ومعلمة كمان في توعيين سنة المدارس والجماعات والمعاهد كمان يتابعوا ورجال الدين صحيح عفاك رجال الدين كمان أيضا رجال الدين والكنيسة والجامعة كمان خلال الوعظة أو الخطاب كمان أنه يوععوا خاصا جيل الشباب لأنه أكتر شي بتأسره جيل القادم وكلما هو مسؤول عن رعيته أنه يتعرف عليها ويحذر منها كلمة المنوقة أو نصاق لألة ونحن ما بنعرف لأنه الأعلم أو فينا نقول الحياة الرقمية عم تسوق فينا ونحن وراها مشين صحيح مثل القطيع للأسف قولت عابيري ممكن شوي آسية بس هذا يلي عم تسوق وشفنا الصور كمان كيف عم تسير مضمنين على الإنترنت أنا بتشكرك سيدنا دا سوئة الباحثة والمتخصصة بعلم الاجتماع مشاهدينا هيك بيكون وصلنا لنهاية لقاءنا أنا وياكم مع زميلة ريت تهراوي خلال ساعتين عبر بنامج ما تنسوا أكيد أنتم كورما نحن مستهل تفعلوا الجرس تعملوا سابسكرايب على يوتيوب شانل مريم تي بي لابنون وأيضا على فيسبوك بيتش مريم تي بي تعملوا لايك بتابعونا لايك وباشرة بتتابعوا كل حلقاتنا وفكراتنا مثل العادة عطول بقلكون أنه يا صديقي ويا صديقتي ما تنسوا تحملوا معكم الأمل والبسمة والسلام والتسامح كالسلحمتين وين مرحتو وين مجيتو بشكر حضورك بشكر حضورك إلى اللقاء باي باي اشترك حضورك